قالت رئيسة المجلس القومي للمرأة مايا مرسي إن الدستور المصري والقوانين الوطنية للمرأة كفلت حقها في تولي المناصب القيادية والوصول إلى مواقع صنع واتخاذ القرار وخلال فعاليات مناقشة تقرير مصر حول التقدم المحرز في تنفيذ مواد اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة سيداو أشارت مايا مرسي إلى ارتفاع نسبة الوزيرات من النساء في مجلس الوزراء من 6% عام 2015 إلى 20% عام 2017 ثم 25% عام 2018 حيث تضم الحكومة المصرية حاليا ثمانية وزيرات مسؤولات عن وزارات مهمة وهو أعلى تمثيل على الإطلاق للمرأة في مجلس الوزراء المصري